بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير معكم مستر ابراهيم السيد ان شاء الله هنكمل مع بعض شرح منهج علوم سنة 5 ابتدائي الترمي التاني المنهج الجديد ويلا بينا كده سنة 5 نبدأ في الدرس رقم 2 النهاردة نشاط رقم 5 بعنوان ماء الكائنات الحية والاشياء غير الحية الموجودة في بيئتك ايه يا مستر بقى الكائنات الحية والاشياء غير الحية اللي موجودة في البيئة من حوله احنا تعرفنا في الانشطة السابقة عن انواع المسطحات المائية على سطح الارض ودرسناهم في الدرس الاولاني واللي ما تابعوش يرجع يتابعو تاني عشان يقدر يكمل معنا الدرس ده النهاردة بقى ان شاء الله هنصنف المكونات الحية والاشياء غير الحية اللي موجودة في البيئة تعالوا بقى عشان نعرف نصنفهم بسهولة هنعمل مع بعض تجربة يا سنة 5 الهدف من التجربة استكشاف الكائنات الحية والاشياء غير الحية اللي موجودة في النظام البيئة هنستكشفهم يعني هنبص عليهم بص حوالي كده في البيئة اللي انت عايش فيها وشوف الكائنات الحية والاشياء غير الحية اللي موجودة حواليك هنلاقي ايه مصدر حوالينا هنلاقي الارض هنلاقي الماء هنلاقي الهواء هنلاقي الكائنات الحية طب توقع كده معاي ما أنواع الكائنات الحية والأشياء غير الحية التي تعتقد أنك ستلاحظها في بيئتك؟ إيه هي يا مصر الكائنات الحية والأشياء غير الحية اللي أنا هشوفها في البيئة بتاعتي اللي أنا عايش فيها؟ تعال كده مثلا نروح المدرسة لو قعدنا في حديقة المدرسة عندكم وبصنا حوالينا هللاقي إيه سنة خمسة؟ هللاقي صخور الصخور دي هي الأرض هللاقي إيه كمان قللي قللي هللاقي برك البرك دي هتمثل الماء هللاقي إيه كمان يا مصر هللاقي نباتات وحيوانات ودي هتمثل الغلاف الحية واللي هي حياة الكائنات الحية هللاقي إيه كمان هللاقي الرياح ودي اللي بتحرك أوراق الشجر تلاقي ورق الشجر عمال يتحرك يبقى اللي بيحركوا هنا مين؟ الرياح اللي هتمثل لي مين؟ الهوى اللي هو الغلاف الجو طب هنحتاج إيه بقى يا مصر في النشط ده؟ هنحتاج سطح يصلح للكتابة عليه زي مثلا كتاب هنحتاج ورق للكتابة وليكن 6 ورقات هنحتاج ألم رصاص هنحتاج أقلام تلوين خشبي أربع ألوان خشب خطوات التجربة إيه؟ تعالوا يلا نبدأ بخطوات التجربة الجزء الأول زيارة حديقة مدرستك اذهب إلى حديقة مدرستك اقضي بها 15 دقيقة وافحصها جيدا لاحظ الكائنات الحية والأشياء غير الحية الموجودة بها دون لمس أي شيء ثم اكتب ملاحظات الجزء الثاني من التجربة تصنيف الكائنات الحية والأشياء غير الحية إلى فئات أو إلى مجموعات قم بتصنيف ما وجدته إلى مجموعات في جدول باستخدام رمز لوني كالتالي أي حاجة تخص الغلاف المائي المية هنكتبها باللون الأزرق أي حاجة تخص الغلاف الأرضي الأرض هنكتبها باللون الأصفر أي حاجة تخص الغلاف الحيوي الكائنات الحية هنكتبها باللون الأخضر وأخيرا أي حاجة تخص الغلاف الجوي الهواء هنكتبها باللون الأحمر تعالوا بقى نكتب جدول الملاحظات والتصنيف يا سنة خمسة أول حاجة الأرض اللي هو الغلاف الأرضي ده زي إيه مصطر؟ قالك زي السخور غلاف أرضي الرصيف غلاف أرضي التربة التربة اللي احنا بنمشي عليه ده هو غلاف أرضي رقم اثنين الماء الماء ده يمثل غلاف مائي زي إيه؟ زي بركة المياه غلاف مائي زي زجاجة مياه غلاف مائي رقم تلاتة الهواء وده بيمثل الغلاف الجوي زي إيه؟ الرياح نستطيع ملاحظتها من خلال حركة الأشياء تلاقي ورق الشجر والشجر عمال يتحرك حواليك من اللي بيحركه؟ الهواء اللي هي الرياح عندك كمان هواء التنفس احنا لما بنجي نتنفس يا مصطر بنتنفس إيه؟ بنتنفس هواء شهيك داخل في أكسوجين وزفير خارج في سنة أكسيد الكربون يبقى إذن هواء التنفس رقم أربعة الكائنات الحية الغلاف الحيوي زي إيه مصطر؟ قالك عندك أوراق الشجر عندك العشب عندك الزهور عندك الحشرات عندك الحيوانات طيب نتنقل بقى على التحليل والاستنتاج يوجد العديد من الكائنات الحية والأشياء غير الحية التي تنتمي إلى الأنظمة البيئية الأربعة يبقى إحنا عندنا كائنات حية وعندنا أشياء غير حية بينتمل الأنظمة البيئية الأربعة اللي هم الأغلفة البيئية وهي إيه الأغلفة ديت يا مصدر عندك الأرض وده الغلاف الأرض عندك الماء وده الغلاف الماء عندك الكائنات الحية وده الغلاف الحيوي عندك الهواء وده الغلاف الجو تختلف الأنماط التي نراها في الحديقة عن بعضها فمثلا أنت عندك الأرض بتتميز بالصلابة على عكس مثلا المية المية لما تشوفها تلعى مدى سائلة واللي اتنين بنشوفهم سواء المية وسواء الأرض أما بقى تعالى للتالت وهو الهواء أما بقى الهواء ما بشوفوش بعناي بس بحس بوجوده لما الرياح بتهب كمان بتعتمد حياة الكائنات الحية على الأنظمة الأربعة عندك مثلا إحنا لما بنيجي ناكل الأكل الأكل بتاعنا ده عبارة عن إيه عبارة عن فيتامينات وعبارة عن عناصر زي مثلا الحديد الماغنيسيوم البوتاسيوم الكالسيوم كل دي عناصر مفيدة لجسمنا أهو نفس الحكاية الطربة برضو فيها عناصر زيدية مفيدة للنبات عشان النبات ينم طب لما النبات يطلع يا مصدر وينمو من اللي هيجي يأكله هيكله الحيوان والإنسان يبقى إذن النبات لازم لنمو الحيوانات والإنسان يعني إحنا قلنا يا مصدر إن العناصر اللي في الطربة مهمة للنبات عشان ينم ولما النبات ينمو هيجي يأكله الإنسان والحيوان طب النبات والإنسان والحيوان يا مصدر بدون الهواء ولا حاجة هيموتوا كلهم يبقى إذن بدون الهواء والماء لا تستطيع الكائنات الحية البقاء يبقى إذن فيه تفاعل بين الأنظمة البيئة ولا ما فيهش فيه تفاعل وبكده نكون خلصنا الدرس التاني واستنونا إن شاء الله في الحلقة الجاية نبدأ في الدرس التالت كان معكم مستر إبراهيم السيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وقتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة